شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على استمرارية التعامل الجاد والفعال مع الشكاوى التي يتم تلقيها عبر المنظومة وضرورة اهتمام المسؤولين بمتابعة الشكاوى المسجلة ومعالجة خدمة المواطنين وخلال متابعة جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر السنة أكد مدبولي أن المنظومة ترتكز على دورة عمل إلكترونية تعمل على تلقي وفحص الشكاوى وطلبات لتحديد بؤر تركزها لسرعة المعالجة وتقويد الأسباب وتم خلال المتابعة تأكيد على ضرورة إلى الطلبات ذات الأولوية اهتماما خاصا وعلى رأسها ما يتعلق بقطع الصحة والشرائح الأولى بالرعاية ومراقبة الأسواق وإنفاذ القانون هذا بالإضافة إلى كل ما من شأنه الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم